نحو عام كامل منذ تولى الرئيس دونالد ترامب رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية حيث شهدت الإدارة الجديدة كثير من التحديات بداخل البيت الأبض وفي خارجها أيضا نجحت في عدد منها فيما اخفقت في البعض الآخر المزيد حول حصاد عام كامل على حكم الجمهورين بقيادة ترامب في هذا التقرير نحو ثلاثمائة وخمسة وستين يوما مروا منذ دخل الرئيس الخمس والأربعين للولايات المتحدة دونالد ترامب البيت الأبيض عقب تفوقه على منافسة الديمقراطية هيلري كلينتون في انتخابات مثيرة شهدت العديد من الإخفاقات والانتصارات للترفين ولكنها انتهت بفوز المرشح الجمهوري الرئيس الأمريكي بدأ فترة حكمه على نحو مضطرب حيث شهدت الإدارة الأمريكية تسعة استقالات رفيعة المستوى وإقالات من المناصب الحكومية الرئيسية فيما قدم ترامب نحو أربعمائة وتسعة وخمسين ترشيحا خلال رئاسته سلسلة من القرارات أصدرها ترامب عقب دخوله البيت الأبيض مباشرة بلغت نحو خمسين أمرا تنفيذيا يعد أبرزها منع دخول رعاية سبع دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر وكذلك وقف العمل بالبرنامج الفيدرالي لاستضافة ويعادة توطين اللاجئين القادمين من الدول التي تشهد حروبا وهذا ما رفضه القضاء الأمريكي ترامب قاد الولايات المتحدة لمغادرة ثلاث اتفاقيات وهي الشرفة عبر المحيط الهادئ واتفاق باريس للمناخ بالإضافة إلى الانسحاب من منظمة اليونيسكو فيما رفضت الإدارة الجديدة التصديق على الاتفاق النووي مع إيران والذي عمد ترامب إلى إظهار القوة في التعامل معها عكس سلفه أوباما الذي أبدى تساهلا معها في العديد من الملفات الأولوية الاقتصادية جاءت في المقام الأول لرئيس ترامب ولكنه لم يتمكن من الاستفادة من الأغلبية التشريعية التي يشغلها حزب الجمهوريين في الكونغرس حيث لم يتمكن من الإطاحة بإرث سلفه باراك أوباما بعدما فشل في أربع محاولات على الأقل لتمرير خطة إلغاء واستبدال قانون الرعاية الصحية أوباما كير فيما نجح في تمرير تشريعات مثل قانون الإصلاح الضريبي الجديد وكذلك فرض عقوبات جديدة على روسيا قضايا جديدة أثرها ترامب في ساعته الأولى كرئيس للولايات المتحدة حيث وصف حلف النيتو بالحلف الذي عفى عليه الزمان متعهدا بمراجعة استراتيجية العمل معه مما أثار غضب الدول الأعضاء في حين نال الملف الكوري الشمالي نصيبا كبير من اهتمام ترامب حيث حضر بيونج يونج في أكثر من مناسبة من أي هجوم نووي لها على بلاد أو أحد حلفائها فيما دخلت المكسيك ضمن اهتمامات الرئيس الأمريكي حيث وقع في الخامس والعشرين من يناير الماضي أمرا تنفيذيا يقضي ببناء جدار عازل على طول الحدود الأمريكية المكسيكية مما أثار أزمة مع الجارة الجنوبية الرئيس الأمريكي استخدم موقع التدوينات القصيرة التويتر كمنصة لإبراز الآراء وإصدار التوجيهات فقد نشر أكثر من 2500 تغريدة منذ يوم الانتخابات في عام 2016 دونالد ترامب عاش عامه الأول داخل أروقة البيت الأبيض بين نجاحات وإخفاقات إلا أنه لا يزال يشغل عقول العالم بتصريحاته المثيرة حول العديد من القضايا والأزمات والتي كانت آخرها لا أريد لقب شخصيات العام ومعنا هو مباشرة الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية أستاذ عمر أهلا بك وهنا دونالد ترامب حمل في بداية حملات الانتخابية شعار أمريكا أولا لكن يبدو أن هذا الشعار يحمل الآن بعد حوالي 100 عام من حكم ترامب إشكالية التنفيذ على أرض الواقع كيف ترى هذا؟ لأنه يبدو أن هذا الرجل أيضا كان يتحدث حول ميزان المتفعات أو الاقتصاد أو التجارة الأمريكية مع الدول بعيدا عن المشهد السياسي الذي كان يبدو من خلال أوباما وغيره أيضا حتى كلينتون في محاولة لوجود تحالفات دولية سياسية لكن يبدو أن ترامب يهتم بالجانب الاقتصادي بعيدا عن الجانب السياسي هو الرئيس الأمريكي ترامب سعد للبيت الأبيض بأصوات الأمريكان الغاضبين من سياسات اللاجئين وأيضا بدعم من اللوبي الصناعة الوطنية أو الرئيس المالية الوطنية الأمريكية وهذا اللوبي لديها أفكار مختلفة عن اللوبي الصناعي الآخر أو الموازي الذي أيد باراك أوباما وحتى جورج بوش الابن لديهم فكرة أن أمريكا ضالعة في اتفاقيات دولية وفي منظمات دولية بأكثر مما يجب وتدفع في هذه المنظمات أعانات مالية أكثر مما يجب وأنه يمكن أن يتم توفير هذه الأموال لصالح خدمة الصناعة الداخلية أو الصناعة الأمريكية بدلا من هذه المنظمات التي لم يعد لديها الكسير وتقدمه إلى قضايا العالم بالفعل ويمكن في هذا الإطار كان قانون الإصلاح الضريبي اللي هو من أهم قرارات الإصلاح الضريبي في تاريخ أمريكا في الخمسين سنة الأخيرة كان قانون مهم جدا فكرة أن أنت تخفض للضرائب الشركات الكبرى في مقابل أن هذه الشركات الوطنية تكون بزيادة في المرتبات وأنها تعرض طلبات لتوظيف جديدة هذا عمل رواق مهم وفوري أول مقرارات التخز وحكي في الكونجرس فورا عمل رواق مهم إقتصاديا داخل أمريكا هذا هو دونالد ترامب شخص له أفكار مختلفة وليس بالستزاجة الذي يحاول بعض الإعلام الأمريكية أن يصوره لنا حينما أتى بأصوات الأمريكية مرة أخرى نعود إلى الحديث حول حكم ترامب ومرور مئة يوم حول حكم ترامب وكيف هي التدعاية الآن وردود الفعل ينضم إلينا مرة أخرى الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الدولية سيد إيهاب نعود إليك مرة أخرى وكنا نتحدث حول حصاد حوالي مئة يوم من حكم ترامب وكيف بدأ أن ترامب مهتم جدا بميزان المدفوعات الأمريكية أو بالاقتصاد بعيدا حول محاولة وجود تآلفات أو سجال سياسي مع دول حليفة وهذا ظهر من خلال أنه هدد النيتوب أنه سوف يسحب دعمه للدفاع عن النيتوب ما لم تدفع الدول الأعضاء وخاصة ألمانيا أو دول الصناعي الكبرى الحصص المقررة لها أيضا تهديد بسحب دعمه من نظمة اليونسكو صحيح ووصل الأمر إلى أن ألمانيا عقب زيارة ترامب إلى قمة النيتوب في الصيف الماضي تحدثت المتشرق ألمانيا أنجيلا مالك لأنه نحن الوقت لأوروبا أن تعتمد على أنفسها بعيدا عن الدعم المالي المقدم من أمريكا أيضا هذا المشهد لا يمكن أن نفصله عن فكرة أن رئيس الأمريكي ترامب وصل للبيت الأبيض بأصوات الغضبين من السياسة أوباما والسياسة الزعماء أوروبا بفتح باجتياح اللاجئين للقارة الأمريكية والقارة الأوروبية بالشكل الذي وبكل ما لديهم من قيم للأسف أو لديهم من إرهاب ضرب العمق الأمريكي وضرب العمق الأوروبي وتسبب في صعود اليمين القومي ليس في أمريكا في حزب ولكن في 2017 على مدار الانتخابات البرلمانية والرئاسية اللي وجد في ألمانيا وفي النمسا وفي هولندا وفي فرنسا وحتى في إيطاليا في مارس العام البوك بالكامل أتوقع كان هناك صعود قوي للغاية للمين القومي الرافض لفكرة اجتياح اللاجئين للقارة الأوروبية والقارة الأمريكية بهذا الشكل المشهد دي يوضح لنا إلى أي دعاية في نفس الوقت أيضا يعني هو عمق الخلافات فيما بين البيض والسودة التي يعني فترة طويلة من حكام سابقين للولايات المتحدة الأمريكية تلاشت هذه الظاهرة لكن يبدو أن حكم ترامب أعادها مرة أخرى لا هي هذه الظاهرة كانت موجودة من سنوات أوباما أكثر من انتفاضة شعبية جرت في أكثر من منطقة أو ولاية أمريكية على ضوء اختلاف طيب أعتذر سيد أعود لك مرة أخرى إلى ضيفي أهاب عمر الكاتب الصحف المتخصد في شؤون الدولية أعتذر لك سيد أهاب على هذه المقاطعة لأنكم نرى رضو يعني منطوق المحاكمات المتعددة وأنها كنت أتحدث حول يعني سياسة ترامب التي كان من خلال جولات الانتخابية كان يتحدث عنها ويبدو أنه ينفذ عوده مثلا عندما نتحدث حول أنه في عام سبعة وتسعين كانت الاستراتيجية التي اهتمت بها الولايات المتحدة الأمريكية هو محاولة الاستدارة نحو آسيا أيضا احتواء روسيا في ناحية الاقتصادية والسياسية والعسكرية ترامب أيضا في نفس الوقت التزم في وعوده بمحاولة حصار الصين لأنه يراها هي العدو الأول للولايات المتحدة الأمريكية في ناحية التجارة والاقتصادية ترامب في عام الأول أثبت أنه يتمنتزم بوعوده الانتخابية حريص عليها ويسير في اتجاهات ثابتة أو متوازع لتنفذها بمعنى أنه كما تحدثنا وعودوا إلى اللوبي الصناعة الوطنية أهداه قانون الإصلاح الضريبي اليمين والجموع الغاضبة التي رفضت سياسات اللاجئين أعطاها القرار الخاص بمنع دخول اللاجئين بالعداد الكبيرة أو من دول بعينها وهذا القرار رغم أنه رفض في المحكمة الدستورية العالية الأمريكية مرة واثنين ولكن منذ حوالي شهرين القرار اتخذها وأعتمدها بالفعل وجدوا الصيغة القضائية التي يتم بها تنفيذ هذا القرار وفيما يتعلق بالاستراتيجية الاستراتيجية الأمن الأمريكي التي أعلنها ترامب منذ قرابة الأسبوعين كان هناك اتصال قوي للغاية بين أفكار ترامب التي ترحها في الحملة الانتخابية وبين ما يراها في الأربع سنوات الذي سوف يحكم فيه أمريكا من التشدد في الخطاب مع إيران وأنه يكفي التحالفات الأمريكية الإيرانية التي جرت على وقع ملف النووي خلال ثمان سنوات في حكم باراك أوباما وأخطاء ثمان سنوات سابقة في حكم جورج بوشي الإبن خطاب ترامب والاستراتيجية التي تصل إلى سبعين صفحة منشورة وقد قرأتها بتضع مصر والإمارات والسعودية باعتبرهم الترويكة العربية الإسلامية اللي أمريكا ستنصق وستستشيرها في كل خطوة تعلق بالملف الإيراني إذا تحدثنا عن روسيا وعن الصين نعم هناك رفض أمريكي ورفض من ترامب مفاجئ وقوي لفكرة احتواء أو التهام الصين للاقتصاد الأمريكي وله جملة شهيرة وعنيفة في الفترة الانتخابية هنما تحدث أن الاقتصاد الصيني يختصب الاقتصاد الأمريكي بهذه العبارات الفترة هو كان قابل كده السيد يهاب يعني كان وعد بأنه سوف يضع الصين في قائمة المتلعبين بالعملة حتى يحد من اتجاهها يعني القوي في الناحة التجارية ويبدو أنه تراجع عن هذا الموضوع في نفس الوقت هو يهدد الصين ويعتبر أن ملف كوريا الشمالية فزع على الصين عندما ينتقدوها بأنها لا تلتزم بعوديها إلى الوقوف بجانب الولايات المتحدة الأمريكية في ملف كوريا الشمالية النووي هو في الواقع كثير من أفكار ترامب قانونية من الصعبة تنفيذها داخل أمريكا مثل فكرة أن التلعب بالعملة لا هناك صعوبة دستورية وقانونية وتتعلق حتى بقواعد البورصة داخل أمريكا في أن يتخذ هذا القرار ولكنه إذا يلجأ للسياسة نوعا ما اسمها التحرش الإعلامي اللي هو التصعيد إعلاميا ثم يحاول أن يجني سمر هذا التصعيد ثم يلجأ إلى قرار أكثر تبسطا مما حاول أن ينفذ وبالتالي فيما يتعلق بالملف مع الصين لا أظن أن هناك قرارات إقليمية أو دولية أمريكية سوف تصدر بحق الصين ولكن القرارات سوف تكون في الداخل الأمريكي دعم للصناعة الوطنية دعم لحركات أكثر توسعا في التعيين في رفع المرتبات وما إلى ذلك ولكن من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن تكون بأمريكا بأي تحرك دولي أو إقليمي حيال النمر الاقتصادي الصيني طيب هنا أخطر قرار اتخاذه ترامب حقيقة يعني ويعني أثار غضب العالم منتقة الشرق الأوسط الدول العربية والإسلامية هو اعتبار القصة عاصمة لإسرائيل يعني هنا هو تحدث في يعني أتاج جولات الانتخابية طبعا يعني محاولة طبعا لجذب اللوبي اليهودي ونجح فلماذا نفذ هذا الوعد في فترة قصيرة من حكمه ترامب يعني للأسف إحنا إلى الآن لدينا تأثر نوعا ما بالدعاية الحزب الديمقراطي عن ترامب بأنه لن ينفذ الكثير من مقال لن ننسى أن تنظيم الإخوان أيضا استغل هذه الدعاية لأن تنظيم وقف في انتخابات 2016 خلف هيلاري كلينتون وكان هناك ضابط اتصال بين تنظيم الدولي لإخوان المسلمين وحاملة هيلاري كلينتون وما السلف هما عبدين مستشارتها وبالتالي إلى الآن ترامب في بعض الأحيان يبدو غمضا للبعض في الشرق الأوسط نتيجة هذه الدعاية ترامب سوف ينفذ أغلب بعوده لم يكن كلها إذا ما سمح الأمر بذلك فيما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإسرائيلية سوف تشهد في سنواته يعني أزهى عصور هذه العلاقة دعني أشكرك إذن الأستاذ إيهاب عمر الكاتب الصحف المتخصر في شئون الدولية حول حصاد حكم ترامب يبدو أن الملف طبعا طويل لكن لا أعتزل أشكرك شكرا جزيلا